الأستاذ الشيخ محمد جعفر الطبسي من الجمهورية الإسلامية الورقة البحثية الإمام الكاظم عليه السلام ودوره الترووي عند أهل السنة أدعوه إلى المنصة ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد وأطلب بضلا من السيد المقرر لقراءة ملخصا عن حياته الكريمة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا سيارة سماحة الشيخ الأستاذ سيرة حافلة نستميحه عذرا بالاختصار بما ورد في هذه الورقة سماحة الشيخ الطبسي من مواليد العراق عام 1957 ومحل الدراسة أو التدريس الحالي قم المقدسة ومركز فقه الأئمة الأطهار عليه السلام العمل الحالي استاذ حوزوي وجامعي عنوان السكن الحالي جمهورية الإسلامية الإيرانية وأن شاطاته العلمية له الكثير من الكتب منها أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك الرواة عن الأئمة الهدات من أهل السنة وتمسك العترة الطاهرة بالقرآن الكريم وغيرها من المؤلفات الأخرى الكثيرة نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياحة برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلاة الله وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطحرهم تطهيرا السلام على سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وعلى أصحابه الميامين وأخص بالذكر أبا الفضل العباس السلام عليك يا معدنا الوحي المبين السلام عليك يا صاحب العلم اليقين السلام عليك يا عيبة علم المرسلين السلام عليك أيها الإمام الصالح السلام عليك أيها الإمام الزاهد السلام عليك أيها الإمام العابد السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد السلام عليك أيها المقتول الشهيد السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته أشهد أنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل الصادق العامل سادتي العلماء أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية من باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق أقدم بالغ شكري وامتناني البالغ إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لاحتمامهم من عقادي هذا المؤتمر في مدينة كربلاء المقدسة في أسبوع الإمامة وأشكرهم أيضاً لفسحهم لهذا المجال أن أقدم هذه المقالة المختصرة تحت عنوان الدور التربوي للإمام الكاظم من خلال كلمات علماء أهل السنة طبعاً بكل صراحة عنوان المقالة ما كان هذا عنوان المقالة كان الإمام الكاظم عند أهل السنة ولكن مع ذلك قبل ليلتين جلست في مكتبتي خمس أو ست ساعات خليت وقت وشوية غيرت البحث وإلا البحث ما كان هذا الدور التربوي للإمام موسى بن جعفر يعني هذا الحقير هذا الفقير هذا المذنب هذا المقصر يلزم أن يتكلم عن الدور التربوي للإمام موسى بن جعفر من أنا؟ ولكن مع ذلك الإنسان حينما يراجع كتب إخواننا أهل السنة القرن الخامس قرن السادس قرن السابع قرن الثامن قرن التاسع قرن العاشر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر يجد كلمات حقيقة تقشعر منه الجلود حول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه علي ماذا أقول إخواني سادتي ماذا أقول حول كلام ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي المتعصب وهو من علماء القرن العاشر للهجرة لاحظوا كتابه الصوائق المحرقة فالرد على أهل الزندقة انظر ماذا يقول حول الإمام الكاظم موسى الكاظم وهو وارثه علما معرفة كمالا فضلا سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه هذا معنى الدور التربوي وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم ثم ينقل لنا ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي كلمات تربوية مهمة أذكرها لكم باختصار يعني الوقت حسب ما تفضل سماحة الدكتور والآخرين عشرين دقيقة وإلا كان من الأسب أنه تعد النصف صعد ونحن الضيوف جايين من إيران قطعنا طريق لكن على أي حال نحاول أنه نتابع المنهج الموجود ينقل يقول في يوم من الأيام جرت بين شقيق البلخي الآن من هو شقيق البلخي لا أدخل في هذا الموضوع إجمالا شقيق البلخي ما كان يعتبر ما كان يحتم بهارون الرشيد أبدا في سنة تيس وأربعين ومئة خرج إلى بيت الله الحرام فرأى الإمام الكاظم بالقادسية منفردا عن الناس فقال في نفسه هذا فتى من الصوفية عجيب الإمام موسى بن جعفر فتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس لأمضين إليه ولأؤبخنه فمضى إلى الإمام فلما رآه الإمام عليه السلام قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم هذه إشارة إلى الآية الكريمة لاحظوا كيفية معاملة الإمام موسى بن جعفر مع الذي كان يتهمهم بأنه كان صوفيا رأى الإمام مرة ثانية في منطقة واقس وهو يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحاتر فجاء إليه ليعتذر منه فخفف الإمام في صلاته وقال إني لغفار لمن تاب وآمان يصابه الإمام أبن حجر ينقل رواه أصحابنا أنه دخل مسجد رسول الله فسجد سجدة في أول الليل فسمع وهو يقول في سجوده أعظم أعظم الذنب عندي فليحسن الأف من عندك يا أهل التقوى يا أهل المغفرة فجعل يرددها حتى أصبح ثم يقول وكان سخيا كريما وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه يؤذيه فيبعثه إليه بسرة فيها ألف دينار هذا موسى بن جعفر ولا ننسى دينار زمان موسى بن جعفر غير ديناركم هذا وأما حينما نفتح كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي الحافظ المزي الرجل عند إخواننا أهل السنة من حيث الاعتبار يقول أن رجلا من أولاد الخليفة الثاني كان بالمدينة يؤذي الإمام الكاظم ويشتم عليا يا لالعجاب اليوم إخواني 24 من ذي الحجة يوم المباهلة لا ننسى كلمة أنفسنا في آية المباهلة كان يشتم نفس النبي فقال له بعض حاشيته دعنا نقتله فنهاهم عن ذلك هذا معنى الدور التربوي فنهاهم عن ذلك أشد الناهي وزجرهم أشد الزاجر هذا كلام الحافظ المزي وأخذ الإمام يسأل عن حال الشاتم هذا الذي كان يشتم لي وانا فالروح نزوره الروح نشوفه قالوا هو بناحية من المدينة له مزرعة فركب إليه الإمام متوجها إلى مزرعته فوجده فيها لاحظوا إخواني هذا الدور التربوي للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فدخل المزرعة أجلكم الله بحماره فصاحبه العمري لماذا أقول العمري نص هذا النص كلام المزي متوجها إلى مزرعته فوجده فيها فدخل المزرعة بحماره فصاحبه العمري لا توطئ زرعنا فوطأه الحمار حتى وصل إليه فنزل عنده وضاحكه يا للعجب الذي كان يسب الإمام أمير المؤمنين قاعد الغر المحجلين نفس النبي الأكرم هذا الدور تربوي الإمام أصبح يضاحكه يضحك في وجه فنزل عنده وضاحكه وقال له كم غرمت في زرعك هذا قال له مئة دينار فقال له الإمام ترجو أن يجيئك فيه قال أرجو أن يجيئني مئتي دينار فأعطاه الإمام ثلاثمئة دينار وقال له هذا زرعك على حاله فقام الرجل فقبل رأس الإمام وانصرف وذهب إلى المسجد فوجده جالسا فلما نظر إليه الإمام قال الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا موسى بن جعفر هذا موسى بن جعفر إخواني الآن من هنا جدا مهم القضية فقال له الإمام للذين كانوا حوله وأرادوا قتل الرجل في بداية الآمر أيما كان خير ما أردتم أن تقتلوه ما أردتم هذا كان هو الخير هذا كان هو المنهج الصحيح أم ما عملته أنا إخواني من هنا نستطيع أن ننتقل إلى أسلوب الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر عند الأئمة عند الأئمة يشتم ابن عم النبي والإمام يضحك في وجهه نحن الذي بينا وقلنا في هذه الرسالة الدور التربوي شهد الله وعلم سيدنا أن الوقت للأسف لم يكن يسمح لي الوقت كان قليل لتنظيم هذه المقالة وإلا لو كان عندي وقت وعسى من بركات هذا المؤتمر الشريف المقدس حينما أزور سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أولا أقدم شكري له وثانيا أقول له إن شاء الله هذا البحث سوف أوسع لكي يصير ثلاثمائة وأربعمائة صفحة الدور التربوي للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وأما ابن طلحة الشافعي فضل حدث ولا حرج يقول الإمام موسى بن جعفر هو الإمام الكبير القدر العظيم الشأن المجتهد الجاد في الإجتهاد المشهور بالعبادة المواظب على الطاعات المشهور بالكرامات يبيت الليل ساجدا دور تربوي وقائما ويقطع النهار متصدقا وصائما ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كان يدعى كاظما وكان يجاز المسي هذا درس لي ولأمثالي يجاز المسي بإحسانه ويقابل الجان بعفوه إخواني اسمحوا لي هنا أنا أخواندي وقت هنا دكتور أملا للأسف سادتي العلماء نحن حقيقة ما استطعنا أن نبين صورة واضحة مهمة عن حياة أهل البيت ما استطعنا حقيقة ما استطعنا وإلا الذي يأتي إلى الكاظمية ويزور سيدي ومولاه موسى بن جعفر هل لديهم معلومات عن هذه الأمور عن هذه المطالب يأتي خمس دقائق يسلم ويرجع هذه وظيفتي وظيفة أمثالي أن نستخرج هذه المواضيع الكاظمية ونقدمه للناس وللشعب ونقدمه للعالم الإسلامي قبل قليل كنت في خدمة سماحة السيد حفظه الله ورعاه قلت له سيدي هذه فرصة والله فرصة ثمينة ذهبية ونحن في جوار أبي عبد الله الحسين نبين هذه المواضيع للناس ونبين هذه المواضيع للشباب وليس لي في الختام إلا أن أكرر بالغة شكري وامتناني للعتبل عباسية المقدسة وليس لي إلا أن أخاطب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بثلاث كلمات أقول له السلام عليه يوم ولد ويوم قتل وستشهد ويوم يبعث حيا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسماحة الشيخ الأستاذ محمد جعفر الطبسي على التزامه بالوقت أولا وعلى هذا البحث الرائع والدور التربوي وأتمنى من السيد مقرر الجلسة واللجنة التحضرية أن تأخذ بتوصيات هذه المشاكل وهذه الإثارات التربوية وأن تأخذ طريقها إلى الجامعات العراقية خاصة في أقسام التربية الإسلامية وكليات التربية لتكون أطاريح للدكتورة ورسائل للماجستير حول الدور التربوي للإمام الكاظم وهذه اللفتة العلمية الجميلة من منظور أهل السنة وكلمات أهل السنة وهو مستعرض للحافظ الذهبي وكذلك ابن ماكولة وغيرهم من علماء أهل السنة الآن نفتح باب المناقشة طبعا أريد أن أنوه وصلت إلى المؤتمر أكثر من أربعين بحثا الوقت فأرجو الاعتدار من الباحثين الأكارم نبتح باب المناقشة إذا سمحتم سمحت الشيخ الاسم المايكروفون إذا الأخوان في القاعة مدة المناقشة عشر دقائق لأنه حتى نفسح المجال للباحثين الآخرين بسم الله الرحمن الرحمن سمحت الشيخ خالد غفوري الحسني من صميم القلب أشكركم على هذا البحث القيم وجزاكم الله خير الجزاء وأعطاكم الله أدينا الواجب الله يحفظكم لكن إثراء لهذا البحث أرجو إضافة بعض النقاط والالتفات إلى بعض النقاط وربما أنتم كنتم تلاحظونها لكن لضيق الوقت ربما أرجو أنه الإشارة إلى الأدوار التربوية فقط ذكر الفضائل أهل البيت كالشمس في رائعة النهار نحن نحتاج إلى ذكر هذه الأدوار وحجم التأثير الذي انعكسه على أثر توجيهات الإمام الكاظم سلام الله عليه ونحتاج إلى عنوانة إلى عنوانة مسارب هذا الدور التربوي في البعد السلوكي في البعد العقدي في الأبعاد الأخرى جزيتم خيرا كلام جميل وصحيح مداخلة أخرى سلام عليكم أسمكم الكريم سمعت الشيخ علي محان قسم شؤون الدينية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سمعت الشيخ عفوا أنا أقل من أن أتكلم في محظركم ولكن أنا أستطيع أن أتخيل مقدار الجهد الذي بدلته لأجل تغيير العنوان عندما واجهتم شعار أو عنوان المؤتمر في الحقيقة أنا متوقف في العنوان أنه الدور التربوي للإمام عليه السلام عند أهل السنة هذا العنوان عنوان كبير يعني عام الأسماء التي ذكرتموها في طبقات يعني أهل السنة المفروض أنهم كأنه يعني ما هو ميزانهم في طبقاتهم أنتم أعلم بهذه القضية والقضية الأخرى أنه نفسهم قد يكون نفس تصوف باعتبار أكثرهم من الشافعية فالعنوان يوحي أن جميع علماء الطرف الآخر كأنه يقرون للإمام عليه السلام بالدور التربوي للأمة بكل الأمة وكأن الإمام عليه السلام يقرون له بإمامته لكل الأمة وأن له أثر على جميع الأمة في حين أن هؤلاء الذين ذكرتموهم المفروض أنه يمثلون الجهة وهذه الجهة تقر للإمام الكاظم عليه السلام ولآبائه بالأثر الباطني كونهم كثير منهم يتبنون أن النظر تصوف كما ذكرنا قضية الأخرى أنا أتمنى عليكم أنه إن وفقتم إن شاء الله وأسأل الله أن يوفقكم للكتابة أنه هذا القيد الأخير لا تضيقوا على أنفسكم فيه جزاركم الله على الفخير أحسنتم 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 بحث سماحة الشيخ هو طرح الأساس لهذا العنوان يعني لإمام الكاظم سلام الله عليه دور تربوي مساحة هذا الدور التربوي لمن أولا لشيعة الأئمة سلام الله هذا وواقعا على مستوى الأرقام القليلة التي ذكرها ما تنعكس على الشيعة الإمام الكاظم سلام الله حينما يجد إنسانا يسب هو يكيل له الصاع صاعي فجزاكم الله ألف خير أتمنى أن تذكروا المصادر الأخرى اللي ما نحتاج أن تذكرون وإنما تقولون على شاكلتها مصادر فقط العناوين عناوين المصادر حتى يتبين أن هناك مشاحة واشعة من كتب السنة ورجالهم يتحدثون في هذا الموضوع أحسنتم أحسنتم أسجاكم الله الصور يعني نكتب بهذا القدم للمداخلات وأترك الكلام لسمحة الشيخ للإجابة على المداخلات أحسن سيدنا نحن كل شغلنا الدفاع عن جدكم دفاع عن أمير المؤمنين دفاع عن أهل البيت الله يشهد أنا ليلا ونهارا الأخوة يدرون في قوم أعوذ بالله من كلمة أنا أنا بعض الأوقات في قوم أشتغل ما يقرب عشرين ساعة حول أهل البيت وهذا الشرف لي ما تفضل سماحة الشيخ صحيح إحنا ما عدنا بحث رجالي أنه نقول هذا في أي طبقة هذا في أي طبقة تحذيب الكمال المزي أو المزي أهل الفني يدرون الرجل عنده أهل السنة ابن طلحة إن كان متهم بالتشيو سبط ابن الجوزي إن كان متهم بالتشيو أما الخطيب البغدادي ليس متهم بالتشيو أما ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم رجل في علم الجرح والتعديل انظر كلمات حول موسى بن جعفار الإمام الكبير ولذا يعني بالله عليك 20 دقيقة ما نفعله كيف نسنا وإلا أنا أهيئ غير ما ذكرته في مقالتي غير هذا أهيئ أنا نصوص أخرى هنا لا توجد واحد منها هنا ما شاء الله نعم موسى بن جعفار إحنا ما شفنا كتب سيدنا إحنا بهالفترة يعني إذا 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 راجعنا خمسين مصدر إذا راجعنا هذا تحتاج إلى مؤسسة تحتاج إلى وقت كلمات سماحة الشيخ وسماحة الشيخ صحيح أما أنا رجل واحد أنا أشغل واحد بقوم هذا الكتاب قدمته لسماحة السيد حفظه الله هذا شغل خمس سنين وحدي لا عندي كامبيوتر الحمد لله ولا أعرف على كامبيوتر أبدا أنا كل أشغال هذا الشكل وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى الكبرى بأنني أمس طلبت من الحسين تحت القبة قلت له سيدي مولاي هذه السنين الأخيرة الباقية من عمري لا أريد إلا أن أخدمك وأخدم أجدالك بس الله في عمركم سماحتي الشيخ وشكرا جزيلا على هذا البحث الرائع وإن شاء الله ستأخذ نتائجه وسيكون لها نصيب في العام المقبل إن شاء الله بالنسخة الثالثة من مؤتمر الإمام الكابو إن شاء الله شكرا جزيلا لكم الورقة البحثية الأخرى بعنوان الإمام الكاظم عليه السلام وتبيين مسألة الإمامة استنادا إلى القرآن الكريم لآية الله الحاج محسن الفقيهي أدعوه إلى اعتلاء المنصة لإلقاء بحثه مستقبليه بالصلاة على محمد وآل محمد فليتفضل مشكورا اشتركوا في القناة